اشتركوا في القناة مش من الطبيعي ان حد 2700 يخسر بهذا الشكل هطلب منك طلب وحيد وياريد تنفزه لي ان لو عجبك المطشين واستغربت كده واستعجبت ياريد تعمل شير لهذا الفيديو مع حد من اصحابك بيحب الشطرنج وخليه يستغرب زي كاسيدي اول مطش حصل في اليوم الاول من هذه البطوبة ويسيب بينكو بالقطع البيضاء هيلعب مع شهريار مامدياروف بالقطع السوداء ويسيب بينكو من روسيا يلعب بيدا ملك ويرض عليه بيدا ملك نايت دي سيكس دي فور طبعا دي سيكس ده اسمه البتروف ديفنس لا مش البتروف ده اسمه الفليدور ديفنس وده ما بتلعبش قوي في الطوب ليفل بس ملعوب يعني مش غلط يعني مش بلندر يعني الافتتاح تيكس نايت تيكس نايت اف سيكس لو سمحت هات البيضاء نايت سي ثري حميت البيضاء وهنا اشهر نقل والموست صلد انك تلعب بيشب اي سابن ونلعب بيشب اي تو او بيشب سي فور وتبيت وبيت وخلاص او لو انت بيت ممكن لعب جي ثري وحط الفيل من هنا بيتلعب برضو هذا الشكل ولكن تاني افضل نقلة مش افضل تاني نقلة بتتلعب في هذا الشكل انك تطلع الفيل من هذا الوطر فتلعب جي سيكس مش غلط لكن مش ماشية مع التشكيلة بتاعة البيضاء دي بدون وجود بيداء ال اي سيفن وبالتالي مربعات السوداء بالفعل ضعيفة بيشب جي فايف ضغط على الربطة بيشب جي سيفن حميت القطع المربوطة كوين دي تو شكله هيبايت طويل ولا ايه هيبايتك 6 انت بتعمل ايه معلمنت حيزة تكسر فلي الاسود لو سمحت امشي وهنا اشهر نقلة بيشب اف فور او بيشب اي ثري ولكن يسيفنكو يلعب بيشب ايتش اي فور كوينdr تبيعت تبيعت طويل وهنا شهريان لمبيدياروف يعمل بلندر يبدو منطقي جدا انا بطور قطعة انا معملتش حاجه انا معمل انا بطور قطعة ايه البلندر في الموضوع تخيل ان النقلة دي تفوق ثلاثة ويننج ثلاثة يعني كأن معك قطعة كاملة زيادة واقف في فيديو فكر ممكن تعاقب النقلة دي ازاي انا هاعتبر ان انت رجعت نايت تيكس بونتيكس اند اي فايف ايه فكرة اي فايف لا تستطيع ان تأكل عشان وزير في وزير تأكل لك الرخ كاملة اوكي وما تقدرش تهرب علشان انت مربوط واو من نقل رقم حداشر الفين سبعمية يعمل مصيبة فالرجل بيحاول بقى يلوش اي حاجة فلاقت جي فايف ولكن هيهاد دي انا باكل قطعة طالب قطعة تانية فيعني انت لو كنت كده فانا هاكل قطعة كمان خلاص انت بتخسر كده رسمي رسمي يعني وبالتالي الرجل اكل واحنا هربنا بالقطعة بتاعتنا في شوية تعويض لا بصراحة ما فيش تعويض لو انت العبت صح اي نعم في اوبن فايل وفي وزير وفي البصين وبتاع بس خلاص بقى بشب سيفور الرجل ناوي يرجع هنا ويقفل طريق الرخ دي تماما في الفوش الفيل الانجين بيقول يا عم ما تخافش يا عم ولا رخ ولا بطيخ كل يا عم ما تخافش وبعدين بقى لعب كوين اي ثري واضغط هنا وبتاع وما تخافش يعني فيه مطش بيتلعبه معاك تفوق اربعة ده كلام الانجين ولكن the human being الانسان بيخاف من الاشكال دي فهيرجع يقفل الرخ الجامدة يمكن يتضحى رخ في لحظة من اللحظات تاكل تلاقي الوزير والفيل عاملين مشاكل يعني ارجع يقفل الطريق وخلاص C5 ناوي يلعب C4 ويقفل على الفيل وهنا اتعمل على كلام الانجين بلندر ولكن التفوق ما زال تراتة ونص لكن كان فينا لأفضل تخلي التفوق اربعة ونص وبرضو الانجين مصمم انك تلعب بيشوب تيكس بون تيكس ودلوقتي تلعب H4 ماشي ولكن خلاص احنا اتفقنا ان الفكرة بتاعته نقفل ملا بلاش بقى نقعد نزيل ونعيد F4 C4 ايه ده الوزير الفيل راح والهاليان ما راحش ولا حاجة الفيل ممكن يهرب من هنا ولكن يسيبينكو كان له رأي اخر بدأ في بدأ هات وزيرك الاول وقوين F5 اتلعبت لو انت اكلت عادي جدا فانا ههرب بالفيل مفيش مشكلة ولكن هو هرب بالوزير ماشي ويسيبينكو برضو يسيب فيله وياكل تاني لو سمحت الفيل بتاعك فالفيل يرجع هنا ودي كانت بلندر والانجين بيقول يا عم كنت كالت وبعدين كنت كالت واخد بالك بس طبعا لو كالت على طوب تاخد مات الاول هيقول لك العب الكش ولما تمشي ياخد البيدأ فانت تهرب بقطعتك او تاخد القطعة دلوقتي وانت تاكل وبعدين نبقى ناكل القطعة والانجين بيقول تفوق كبير بعد رك هنا تفوق طرطة ونص برضو اي نعم معانا قطعة زيادة ولكن الملك ده سيء جدا والرخة هتتزحلق كده وبعدين يجي الرخة صاحبتها جنبها مربعات السودة وحشة جدا الفيل ده هيبقى جامد تفوق طرطة ونص اوكي ولكن ما تلعبش بشبتيكس وتلعب ان الفيل رجع هو عاوز الفيل فجاب فعلا الرخ والوزير تزحلق الجنب التاني تنظيف بس للطريق لو سمحت وبعدين زحلق رخه خدت القطعة اديت الكيش مشيت هات يا عم مدفو واحد ما بتتحلش الانجين بيقول بقى اديله وزير ببلاش ياكل ما عافش اديله ايه ياعمة خلاص مات عرفنا ان هي مات مات في عشر نقلات ماشي ده اول ماتش ولو عجبك اعمل لنا لايك لزيز ويلا بينا على المباراة رقم اتنين ما بين ماجنس كارلسن بالقطع البيضاء وبين يان كريستوف او ششتوف دودا بالقطع السوداء ودي على فكرة الجولة بس عشان انا لازم اسكت هذا الشخص اوكي ماشي الجولة دي حصلت بعد ما ماجنس كارلسن اخطأ خطأ فادح ضد ايريك هانسن وساب فيه الكامل ببلاش فماجنس بيلعب المباراة ديات وهو يعني متضايق فهنشوف بقى ماجنس هو متضايق بيعمل ايه بدأ ملك لو سمحت ياعم ششتوف دودا سي فايف سقلي نايت سي ثري ماجنس ناوي يلعب الكلوزد سيسيليان ولكن يواجه جي سيكس الاكسلريت دراجن فيغير رأيه ويلعب دي فور دلوقتي وهذا يسمح بانك بعد ما تاكل اكل بالوزير ومفيش هنا حسان اصلا يطلب فلو سمحت هترخك نايت ولو انت بتلعب الافتتاح ده مظبوط افتكر ان ايه فايف مش احسن حاجة عشان عليها الطلبة تهرب هنا يطلبك تاني تهرب هنا يلعب واحدة دي فايف اموره في السليم مفيش اي مشاكل في هذا الشكل فما تستعجلش وايدك تاكلك كده انك تلعب الافتاح دي فايف ملهاش معنى طيب برضو عشان بس محدش يقول حاجة نايت يروح هنا الوزير ما بيهربش عشان مثلا مثلا لما دايمش تبقى تكشف مفيش انت ما بتعودش على الوطر اصلا اوكي فبش باي ثريت لعبة بدلا من الافتاح دي فايف التعبانة دي هات وزيرك الوزير يرجع في الافتاح دي ويناوي يكسر الفيل الجامد عشان يهجم على الملك باتش فور اتش فايف دي سيكس اف ثري بشوب جي سيفن واشهر نقلة والشكل ده تلعب قبل كده تبييد طويل ولكن ماجنس يحسن اللاين ويلعب ويلعب اي يلعب دي مش حال ويلعب نايت جي اي تو بشوب اي سيكس جاهز لما دايم يبيت الفيل يبقى باصص على الملك اوكي نقلة جيدة مش وحشة يعني مش غلط نقدر لونها مش غلط ولكن بيتلعب هنا حاجة زي دراجادورف لو تسمع عن دراجادورف دي خليط ما بين الناجدورف والسقلي فممكن تلعب اي سيكس هنا وبعدين بي فايف ممكن تلعب كوين اي فايف ولكن بيشب اي سيكس ما قدرش اقول انها بلندر يعني نايت اف فور انا ناوي اكسر هذا الفيل ولكن لو انت كسرت الفيل ده انا ما عنديش اي مانع هيجي بداله بيدق والبيدق هيغطي مربع دي فايف فانا هبيت طب انت هتبيت انا كمان مش فارق معايا ومش هاخد الفيل دلوقتي انا هكمل هجوم ايج فور نايت ناوي ياخد الفيل او ياخد الفيل يعني لا اما تسيب لي الفيل السود اما تاكل بالفيل وتسيب لي الفيل الابيض ماجنس داز نوت كير مش فارق معاه ايج فايف انا مكمل هجوم وبيشب سيفور اتلعبت هنا وماجنس لعب بيدق في بيدق ومن الطبيعي جدا انك ما تاكلش بالبيدق ده عشان ما تفتحش الوطر فتاكل بالبيدق التاني ولكن هذا بلندر فادح وقف الفيديو وفكر كيف تعاقب هذا البلندر صديقي المستمع وانا هاعتبر ان انت رجعت بصراحة النقلة قاتلة صامتة نقلة مستفزة جدا والوحيدة اللي بتجيب تفوق في الشكل ما هياش تضحية انفجارية ولا انت هتفرقع الرقعة في وش ولا اي نقلة بردة وسخيفة ودمها تقيل نايت دي ثري تفوق ثلاثة ونص كده واحنا قاعدين كده ليه؟ قال لك لان دلوقتي بمنتهى الهدوء والرزانة والبساطة انا هروح اكثر الفيل والديك مات بس بمنتهى البساطة كده عاوز تاكل اكل بالبيدق وهات لو سمحت فيلك تمشي نبقى نكسر دي موجودة ودي موجودة الانجل حتى بينا بقى اكل بالفيل عشان تتطور بس انا شايف ان لو كانت بتمبو كده ما زالت تفوق ثلاثة عادي جدا ترجع العبش بـ H6 عادي يعني مفيش حاجة فالراجل املاعب بش بـ E6 مرضاش يكسر ومجنس على طول راح يكسر الفيلة 9 H5 طب هات لو سمحت الفيل لو كالت بالحصان انا خلاص داخل بوزيري هديك متات بتهيقلي ما بتتحلش المتات دي لو لعبت مثلا F5 فانا هبايت طويل وملكك وحش واحدة واحدة كده هغلبك يعني دلوقتي انا فيه تهديد مباشر ان انا ناكل كده دلوقتي ما تقدرش تاكل عشان وزيرك هيترع الحصان لو مشي هتاكل هنا وبعدين الروخ هتنزل سبعة تفوق ستة عا الانجن فهاء الراجل اكل بالملك منطقي بعدين ام ضحي الفرق واكل واكل بعدين ام ادي له كش بس ما تدريوش كش على طول عشان لو اديته كش الحصان هيغطي الكش هنا فكسر الاول الحصان بص برضو ترتيب النقلات بتاع الكوبارد ده كلام مهم قوي فيه نقلة دفاعية بسيطة الحصان هيرجع يغطي الكش ويقفز ويعمل حيطة طب وليه اكسر المدافع وبعد ما اكل ادي له كش لذيذة الراجل هرب ام واكل بكش تاني الراجل هرب وام لعب بيشب دي ثري ناوي بيت طويل فالرجل انسحب ولكن خليني اجيب لك تكملة من التكملات العب مثلا كوين بي سيكس ضاقت مثلا باجي الطويل العب اي حاجة الانجل بيقولي هنا احسن نقلة بيشب جي فور ادي له اي حاجة في السكة كده لكن خلص دي خسارة خليني نجيب مثلا نرخ كش وكش مات فماتشاط غريبة جدا انت لو تسمع كريستوف دودا ده ولا شيستوف دودا ده بلوة بلوة مسيحة ازاي يخسر كده اسمه اي التاني شهر يرمى مدياروف ده كارثة من كوارث الشطرنج العالمي دلوقتي ازاي يخسر بهذا الشكل دي حاجات عجيبة ولكن حاجات بتدينا امل ان احنا لو خسرنا ولا مستوانا وحش عن النت نتيجة ان ظروف الحياة معانا مش مزبطة او مزاجنا مش حلو محدش يزعل يا جدعان والله يعني احسن لاعب العالم بيعمله بلاوي جدعان ما تنساش تشاري الفيديو مع حد من صحابك وتوري المطشط القصيرة ولكن الممتعدي واعملنا لايكات كتير واشترك في القنانة او مرة تشوفنا ونشوفك ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته